اشتركوا في القناة اشدد اصحاب المعالي الوزراء على ضرورة التصدي لوسائل الاعلام التي تعيث في المنطقة فسادة من خلال نشرها وترويجها المستمر للفكر المتطرف واستضافة قادة هذا الفكر تحت ذريعة المهنية وفتح المجال للجميع لابداء رأيه وهذا ما يتعرض مع ابسط القواعد الاخلاقية اذ ان الاعلام موجد لنشر قيم الوسطية والتسامح والحوار المبني على اسس فكرية معتدلة لا تلقي الاخر وليس لنشر القتل والدمار والتدخل في شؤون الدول الداخلية وزعزعة استقرارها واكد الوزراء رفضهم التام واستنكارهم لما تقوم به بعض الوسائل الاعلامية والتي تواصل سياسة ضرب الوحدة بين الشعوب العربية من خلال تركيزها على نشر مواضيع واخبار هدفها زعزعة النسيج الوطني للدول العربية بجانب عملها على الترويج لجماعات وشخصيات ارهابية وفتح المجال لها لبث سمومها في العالم العربي ودع الوزراء الى دعم كافة وسائل الاعلام التي تعزز روح التعاون والتعيش السلمي لمواجهة الوسائل التي اتخذت من الانحراف والتطرف منهجا انعكس على كافة تقاريرها وموضوعاتها كما بحث الوزراء وآليات تطوير العمل المشترك بين الدول الداعية لمكافحة الارهاب لمال الاعلام من دور محوري في تنوير المجتمع وتعزيز الافكار الايجابية التي تضمن التعيش السلمي بين مختلف فئات وشرائح المجتمع واكدوا همية اللقاءات المستمرة والتنسيق الدائم والبناء على ما تحقق من نجاحات متتالية ادت الى كشف زيف وسائل اعلام الفتنة والتطرف والارهاب وحضر الاجتماع كل من معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والاعلام في المملكة العربية السعودية ومعالي الدكتور سلطان بن احمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للأعلام في دولة الامارات العربية المتحدة وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام ومعالي السيد امكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بجمهورية مصر العربية ترجمة نانسي قنقر